ما هايحكي شي بالمقدمة الصورة بتشرح لزهر امامكن يعني ما اقول صلي اكتر 28 يوم عالان ع 18400 ما عمنا عرف نوصل لعشرين الف واكتر من تسعين بالمئة ان الناس اللي عمشوفوا المقاطع ما عم مشتركوا بالقناة فما بعرف شو الفكرة يعني اذا انت اشتركوا تفعل زر الجرس سيوصلك كل جديد ومهتم بمحتوى فورتنايت وتدعمني نوصل لعشرين الف اننا الصراحة هيك يعني بلشتها خف شوي عالقناة لانه الصراحة ما في دعم زيادة فما بعرف يعني هل كمل ولا ما كمل بالقناة فان شاء الله بهذا المقطة لحيحكي لكم عن الاسرة اللي موجودة معنا بالسيزون الخامس وبعض الاشياء اللي نضافت معنا وبعض اللاعبين لاحظوها بس ما انتبهوا لازي قدل اح نشرح لكم يوم بشكل تفصيلي كوى الدعم بالقاتل مشو بليمو تسع لزار امامكم بيسلم عليكم طبعا ومبيتشكركم عالدعم الخرافي ولا تنسى تشارك متما حكينا وهيك مشان يوصل لك كل جديد والحيكون في قيفاوي على ثلاثة بتل بس ان شاء الله بالسحب تحديات الاسبوع التاني انت كل اللي يتفعل زر سيو بصراك كل جديد والشروط بسيطة جدا لايك واشتراك بالقناة والكومينت تبعك هو اللي حيرى بحق فيلا مع بعض فلا والله بس كانت طابة الارضية وفيديو جديد في بداية كل سيزون فورتنايت بتنزل بعض الاشياء اللي هي بتكون بشكل سري او بعض اللاعبين ما بينتبهولها بشكل كامل او بتكون موجودة والناس يعني هيك ما بتنتبه له ففي بعض الاشياء اللي حتكون معنا خرافية متل اسطحة مسربة ومتل اشياء جديدة اماكن شوتقنات واشياء متل تبع الشابتر القديم ولحن يحكي عن كتير اشياء خلا نحكي بالنسبة هلا لاشياء اللي هي بتكون معنا بالنسبة لمركز الاول يا شباب اللي حيكون معنا وجود جزء من وكالة الخاصة بحماية الجزيرة فورت طبعا كلها تكون لاحظتوا هاي المنطقة اللي زهر امامكن اللي هي منطقة الحلبة اللي بتكون تبع مصارع الرومانية القديمة هون بتلاقي بصول احن نرجع نحكي عليها بالمركز اللي بعده فهون بالنسبة لهاي المنطقة يا شباب بتلاقي منطقة صغيرة متل سلم هيك على الدرج انا ضليت عم بلعب ثلاثة ايام او يومين لحتى اكتشفت هذا الموضوع بالصدفة يعني صاح بنزل وقال لي انا تحت الارض تعال حقني فلاقيت هاي المنطقة تنزل لتحت بتلاقي متل ارنت الوكالة بالضبط اللي الترايلر تبع الاعلان سيزون فايف طلعت معنا يا شباب هذا الجزء خاص بالوكالة اللي هي عم تحمي جزيرة فورتنايت واللي عم تحمي زيرو بوينت مشان ما تتدمر الخريطة فشو رايكم بهذا المكان هل انتوا فعلا نزلتوا لهذا المكان ولا اتشفتوه بالصدفة مثلي ولا عرفتوه من الفيديو تبعي اكتبولي بالتعليقة والمركز التاني معنا اللي هي رجوع الاغراض من الخريطة القديمة كلها تكون بتعرفوا الخريطة القديمة كانت معنا كان في معنا رأس الطماطم رأس البرجر وبتلاقي بعض الاشياء وهمها كان معنا الكلب تبع الخاص بالعائلة الحجرية كلها تكون بتذكروها كانت مرمية بالزاوية وهي العيلة عاشت علاقة حب كتير كبيرة مع بعض ايام واتصار معنا البركان وصار معنا حدث البركان اللي فجر فيه تلتد بهذا المكان بالضبط كانوا عم يحاولوا يوصلوا مع بعض وبعدا مننا انتقل مكانهم من عند البركان انتقل مكانهم على الزاوية اللي شمال يا هي بشمال خريطة على الشابتر الاول وبعد ما صاروا يربنوا ويضبطوا مكانهم هدول تمسى على الحجرية تبع المرأة وتبع الرجال صار عندهم كلب صغير فبعد ما راح الشابتر الاول وداحة الخريطة القديمة حاليا عم يرجع معنا اماكن جديدة مثل مثلا الكلب اللي صغير تبعهم هدول بتلاقوهم باماكن الرسبون تبع البوتات بتكون ماشي بشكل عشوائي بترسبن من تحت الارض مثل جهاز الوكالة او عناصر الوكالة بيطلع معهم اشياء قديمة احيانا بيطلع معهم الرأس البرجر احيانا بيطلع معهم الكلب الخاص بهاي العائلة اللي حكيت لكم عليها من اول شي بالمركز الثالث والمركز الثالث معنا اللي هو بيكون تشابه الاماكن بالماب القديمة والماب الجديدة كلها قدكم تعرفوا الماب القديمة وين كانت تلتد وين كانت سيلتي وين كانت هدول الاماكن كلها قدكم حافظين الماب القديمة اللي هنا اللاعبين اللي كانوا قبل هلأ انا الصراحة الماب القديمة حافظها اكتر من بيتي فانا حافظها بالضبط ولكن لاحظنا بالشابتر الجديد هلأ بالسيزون 5 بعد ما صار معنا زيرو بوينت وهالقصص هي كلها صار معنا شي جديد اللي هو تشابه بالاماكن مثل مزاير امامكم بالمابات القديمة شلون بتلاقي الاماكن نفسها موجود فيها اماكن ج جديدة وأماكن قديمة هنين عم يحاولوا يرجعوا بعض الأماكن بنفس المكان القديم بالشابتر الأول للشابتر التالي ولكن مع بعض التعديلات لأنه ما حيقدروا يخبطوها خبط ويرجعونا على الماب القديمة لأ هنين بيرجعوها بالترتيب متل ما رجعونا سيلتي تواري اللي هي تيلتد وهات حدا تطلبها من أمك بالبيت الله يخلي لكم ياه والمركز الرابع معنا اللي هي التلميح على أسلحة جديدة بإعلان الموسم الخامس بالموسم الخامس كلها تكم تعرفوا بينزل بعد التلميحات متل وقت صار معنا تلميحات عبنته الطيارة النارية وفعلا بعد فترة نزلت بالآية اللي بشوف تلميحات اللي بتجي بالإعلان هي بتكون تقريبا مضمونة مية بالمية وأنا كشغلتي مسرب من داخل ملفات اللعبة لحقلكم وأكرلكم على هذا الموضوع لاحظنا بالإعلان إنه يوجد سلاح جديد مثلا مثل شوتغان أو سنايبر ولا لحقلكم بأني نسبة أكتر إنه هو لحيكون سنايبر ولاحظنا بالصورة طبعا توقف أنت وفاية اللعبة هي وعم تعمل لودنج طبعا اللعبة أو صورة السيزن بشكل عام بتلاقيه فيه سكن حامل سلاح جديد اللي هو متل شكل الاس ام جي اللي صغير طبعا هدول الاتنين أنا كمسرب ما هيحكي لكم إنه خلاص لاحظت وخلاص كمسرب من داخل ملفات اللعبة يوجد معنا تقريبا ست ملفات مشفرين بأسماء أسلحة أو مش هكون دقيق معكم سبع ملفات لأسلحة مشفرة الأسلحة اللي بتكون مشفرة معنا اللي يطيلها فإني الاس طبعا القنابل وواحد تلوق القنابل وواحد هادول هل الأسلحة اللي بتكفته معنا فهذا الاسلاح ممكن يكون سنايبر ابدا شوتغان لأنه شوتغان ما ما في معنى بملفات اللعبة أي شوتغان وممكن يكون هادا الاسلاح الصغير بشكل ممكن يكون ممكن بها pane في اهل اسمين إليه يقوم ممكن فإنهم اي ا ا town guy مثلا يحطوا عوضر دول ا ا ه شو رأيك بهذا الشي هل ممكن ينزل هيك اسلحة جديدة. وشو رائطة حيكون هادا الاسلاع. هل هو اكتر ولا اكتر بتبلي تحت بالتعليقات. وبالمركز الخامس معنا اللي هي التغييرات بحالبة القتال اللي حكينا عليها بالمركز الاول عند مكان الوكالة. هاي المنطقة يا شباب كل ما بتنزلها بكل جيم بتلاقيها بشكل متغير. مرة بتلاقيها فاضية. مرة بتلاقي فيها تمسال لاما او تمسال هيك مثل خنزير صغير يعني موجود كان معنا بالشابتر القديم. الاتنين كانوا موجودين معنا بالشابتر القديم او ممكن تلاقيها هيك فاضية مسلا مثل سجن وهيك موجود فيها. هاي المنطقة على كل جيم بتنزلوا بتلاقي فيها تغيير. كل جيم بتلاقي بتتغير معك. فهل انت لاحظت هذا الشي ولا لا? انا الصراحة ما لاحظت. يعني مش هكون صريح معكم. ما لاحظت هذا الموضوع غير لبعد فترة كمان من وقت اللعب. وبالمركز السادس معنا اللي هي تواجد اغراض مايديس بالماب. حاليا اللي احنا بعد ما اتغيرنا وانتقلنا وراحت الايثيرتي راحت لكل المكان. هاي المنطقة بعد ما تحولت لصهرة اختفت الايثيرتي واختفى كرسي مايديس الدهبي. طب وين رأى? كرسي مايديس الدهبي يا شباب لما تروح على منطقة بتنزل على البيتين الموصولين مع بعض بالابو او بالاندر جرامد اللي بتلاقيه تحت. بهاي المنطقة بتلاقيها يا شباب بتنزل عليها بتلاقي موجود تحت الكرسي تبع مايديس وبعض الاغراض وممكن تلاقي قزم ممكن لا. في بعض الناس لقيت قزم في بعض الناس ما لقيت قزم. فهي المنطقة بيكون فيها غراض مايديس القديم. فشو جابه لهون? هل مايديس ممكن يكون مات ولا لسه? هل هو لسه موجود معنا بالماب واجه عن طريق الزيرو بوينت? كل شي بيصير مع لعبة فورتنايت بعد ما اجه طبعا وصارت الناس ترقصه كيتي كيتي. فكل شي بيصير معنا بلعبة فورتنايت. والمركز السابع اللي معنا اللي هو كان من نصيب الاليين اللي انتوا كل هاتكم بتحبوهم. بس لاحظوا سيبني بالتعليقات لانه هدول من اكتر الاشياء اللي كانوا معنا اوفر باور. وما هدا حبهم بنوب يا شباب. هدول الاليين نزلوا معنا فترة الشابتر الاول بين السيزن السابع والسيزن التاسع ما لي متأكد بالضبط. ولكن نزلوا معنا باسلحة الاوفر باور بتضرب صواريخ وليزر ورشاش وبطير ومدرج وبتعمل التعمل شغلات خرافية جدا. حاليا معنا بالسيزن فاي في الشابتر تو بتروح لمنطقة هانتر هافن الزاهرة امامكم. بتلاقي هنيك البوس اللي هو الزاهرة امامكم هاي الانمي نسيت شو اسمها يمكن لكسا يمكن. بتروح لهنيك بتدور بهديك المنطقة بتلاقي آليين موجودين عم يتعمروا او ينبنوا من اول وجديد. وايام ما نزلت البوتات معنا او هدول آليين عفوا بهديك الفترة تبع الشابتر الاول نزل بنفس المكان بيدستي بمغزن نفس المكان آليين عم يتصنعوا وبعد فترة نزلوا الآليين. فشركة فورتنات تلمحت عن طريق بناء الآليين بالمنطقة اللي كانت بالشابتر الاول. وهلا حاليا عم تلمحها بناء آليين جديد بالشابتر التاني بالسيزون فايف. فهل ممكن نكون نشوف لحنا آليين جديد معنا? فاكتبولي بالتعليقات هل انتم متحمسين لهذا الموضوع? ولا رح تنزل التخريفات متل اول وحيصير اوفر باور وشغلات سخيفة. والمركز الثامن والاخير معنا يا شباب اللي هو عن طريق الاشخاص المطلوبين. هاي القصة كانت كتير حلوة من فورتنات واضافة رائعة جدا. هاي اللوحة بتلاقيها بكل الاماكن بالماء. كل عليك انك انت متل وزارع امامك بالخريطة بتروح بتدور على هدول اللوحات بتوقف بجنب اللوحة وبتكبس عليها بقوم بتتبع لك شخص مطلوب. بتتبع لك شخص مطلوب. كل عليك انك انت تروح تقتل هذا الشخص وبتاخد مكافأة عبارة عندها. هاي كانت من افضل اشياء اللي اضافت معنا بالسيزن خامس. ممكن ان اصلاحظتها وحتى انا ما لاحظتها بسرعة لاحظتها بعد فترة. وهتصرت العب ولقيتها عند سيلتي او عند سيلتي توار متما بسموها التلتد المستعملة. فهي المنطقة يا شباب هون قريبة عليها. عند الجسر بتلاقي واحدة بيروح وبيعطوك اقرب واحد عليك وبيحددولك علي بيعطوك دوارة صفرة. وبتروح بتدور عليه بتقتله وبتاخد مكافأة. هاي كانت من احلى الاشياء اللي اضافت معنا بهذا السيزن. بالنسبة اللي انا الصراحة كتير عجبتني هي والريمان المتحركة. لانك هيك بتكمبر وبتطلع بتسلخ وهي تشط بتشيبون الصيد. فهذا هو بالنسبة للمقطع طبعا كتبولي بالتعليقات شو هو كان اغرب شي معكم بفورتنات بالسيزن فايف. واغرب اضافة كانت معنا والشي اللي انت ما كنت عارفانه وعرفته من هذا المقطع. ولو حابت تابعني عن بس مباشرة على الفيسبوك نيمو ثلاثة يولو زارة امامكن بتنوروني كل يوم بعمل بس مباشرة وقد دعم بالقاتل مشو بنيمو تسعة وبرعاية الله.